ده ليه رايح شغلو بعد ما وعد بنته هانا انها تقدي معاه في شغلو اجمل عيد ميلاد وما كانش عارف ان الليلة دي هتبقى اصعب ليلة في حياته وانه مش هيقدر يوفي بوعده لبنته ليه بيشتغل في اكبر مبنى مزدوق في البلاد برج السماء واللي فيه شوقة سكنية ساكن فيها اغنياء البلد والقائمين على البرج بيجاهزوا الاحتفال لعيد الميلاد واللي هيكون احتفال كبير وفيه مفاجآت للحضور ده المدير جو وهو المسؤول عن تحتراط الحفلة وبيجاهز لعشر طائرات هتكون فوق البرج بالليل واللي هتكون مهمتها رامي التلوج على البرج وده بعد ما الارصاد اعلنت ان المستحيل ينزل تلج في يوم عيد الميلاد دي يون هي موظفة في الفندق مسؤولة عن الاشراف واللي بيحبها ودي مش قصة الحب الوحيدة الموجودة في البرج كمان في الشاف اللي بيحب عاملة الاستقبال حتى السيد يون ساكن في البرج معجب بجارته سيدة جون حصل حريق بسيط في مطبخ المطع بس قدروا يسيطروا عليه لكن ده عرفهم ان فيه مشكلة عندهم في رشاشات مية الاطفاق وده في الادوار العلوية ليه رئيس السيانة واكتشف ان الادوار من 60 ل 80 رشاشات المية فيها مجمدة مفهاش مية لما بلغ رئيسه قال له مفيش وقت لازم نستعد للحفل بعدين نشوف الموضوع ده فريق اطفاق الحريق هم رجال المهام الصعبة وهم اكتر اخوات بيحبوا بعض وكمان بيحترموا قائدهم جدا ورغم خطورة شغلهم لكن دايما ما بيمنعوش نفسهم انه بيستمتعوا بحياتهم وده لما يكونوا مع بعض وخاصة انهما معظم الوقت بيكونوا بعيد عن بيوتهم بسبب شغلهم المدير جو عرف ان الطائرات مش هتيجي علشان فيه تقلبات في الطقس واللي تمنحها من الطيران بس هو اصر انهم يتصرفوا عشان مفاجئة عيد الميلاد زي ما وعد الحضرين الطفلة هنا جات شغل باباها وصديقه عرفها ان باباها بيحب يون هي والبنت لان الموتها متوفية تتمنى يكون عندها ام تانية وعملت خطة عشان تتقرب منها وتقدي معاها اليوم كانت يون هو لطيفة معاها جدا وحبتها الاب لي كان سعيد جدا بالعلاقة اللي بينهم عملت النظافة بتطمن ابنها انها حضرت لي فلوس الجامعة وطلبت منه يقدي معاها هنا عيد الميلاد علشان هي عندها شغل وما يفعش تمشي من المبنى لكن ابنها رفض لانه هو كمان عنده شغل الام هتقدي ليلة عيد الميلاد بعيد عن ابنها وده شيء ألمها جدا ده رئيس موظفين المطافي واشطر واحد عنده ولان الامور هادية كان عنده اجازة هيقدي فيها عيد الميلاد مع زوجته وده اللي هيحصل لأول مرة في حياته انه يسيب شغله ليلة عيد الميلاد بدأت الحفلة والطائرات كانت بتلفة حواليهم وبدأت تعمل المفاجأة وترمي التلج على الحاضرين وهي اللحظة اللي بيتمنها الجميع نزل التلج يوم عيد الميلاد الكل كان مستمتع بالمشهد البديع لكن بسبب الرياح اتعرضت طيارة المشكلة واللي خلتها مش قادرة سيطر على نفسها وبدأت تتحرك بعشوائية لغاية ما خبطت في الأدوار العلوية واللي سببت فزع للناس وحصل حريق كبير في الأدوار من الدور الستين واللي للأسف فيه مشكلة في أنابيب الراش فريق الاطفاق سمع بالحريق طلب موظف من القائد انه يطلع عجزته وانه هيكون مسؤول بداله لكن في آخر اللحظة ركب معهم داميله ما يسمح لهش انه يسيب زميله في الشغل الوحدهم وهو قائدهم ليه كلم يون هي علشان يتطمن عليها هي وبنته وطلب منها تخرج من المبنى في أسرع وقت ممكن علشان فيه حريق كبير في الأدوار العلوية واللي هي فيها للأسف هي والبنت حصل هرجلة وكل الناس عايزة تركب الأسانسير علشان ينزلوا وهي الغلطة للمسؤولين بينبهوا عليها محدش اركب الأسانسير لما يكون فيه حريق في المبنى وده لأنه بيكون أول مكان معرض للاشتعال بسبب الضغط اللي في الهواء يون هي لحظة الأسانسير جواه حريق حذرت الموجودين وبعد ثواني حصل انفجار ضخم والبنت الزغيرة منهارة معاها وصلت المطافي بس المشكلة للحريق في الدور التلاتة وستين وعربيات المطافي أقصى حاجة ممكن توصل لها الدور التسحتاشر علشان كده لازم يطلعوا بنفسهم بداية من الدور التسحتاشر وده الأخطر السيدة حامل سمعت جوه الأسانسير حد بيطلب المساعدة وهو الشيف وحبيبته عاملت الاستقبال ورغم انها محتاجة اللي يساعدها لكن ساعدتهم انهم يخرجوا ولا كانوا حيموتوا بدأ الاعلام ينقل الحدث وان برج السماء فيه حريق ضخم جدا ومش قادرين يسيطروا عليه رئيس المطافي خططن ينقذ الناس القراهبة من الحريق وهم العمال والموظفين لكن العمدة أمره ان يبدأ بإنقاذ الشخصيات المهمة وانه بدون نقاش ينفذ القمر حتى لو بعيد عن الحريق والده له قايمة بأسماءهم وهم موجودين فيه جوه شقاقهم رغم انهم في أمان ولسه بعيد عن الحريق وصلوا فريق الإنقاذ بس المكان كله معرض للانفجار وهم بيرجعوا الورى شاف القائد ليه واللي راح يشان ينقذه طلب منه ينزل تحت علشان هنا مش أمان بس ليه رفض علشان لازم يروح ينقذ بنته وانه مستحيل ينزل وهي مش معاه السيدة الحامل والشيف وحبيبته وصلوا عن ديون هي ليه عرف رجال المطافي المكان اللي فيه الحريق الأصلي وازاي يوصلوله القائد اداله جهاز عشان لما يوصل لبنته يتوصل معاه ويروح ينقذه وده بعد ما ساعدهم انه يوصل لمكان الحريق الأصلي ليه وهو في طريق عشان ينقذ بنته لقى عاملة النظافة وقع على الأرض طلبت منه يخرجها هو عنده مهمة انقاذ بنته ورغم كده ساعدها وصل رجال الاطفاق لمكان الحريق بس الأمور خرجت عن السيطرة لكن شجاعت قائده ممهارته خليته يصادر على حريق في الدور ده وده بعد ما فجر الطيارة اللي كانت الساب في الاشتعال وصل ليه عند بنته أخيرا واللي كانت منهارة واتصل برجل الاطفاق علشان ينقذهم قالوا انه هيجيلهم حالا بس العمدة كلمه كذب عليه وقالوا انه فيه أسر كتيرة وعرفهم مكانهم انه لازم يبدأ بيهم علشان هم في خطر أكبر ولما وصل لعندهم عرف انه هو كذاب وانه رجل دولة مهم وزوجته والكلب بتاعه واللي ساب مئات الأشخاص بدون إنقاذ بسببهم العمال والموظفين الدور اللي هم فيه بينهار كان عليهم ينقذوا نفسهم وده خليهم ينطقوا عربية متعلقة عشان ينقذوا حياتهم بعد ما الدولة اختارت إنقاذ الشخصيات المهمة ولما نزلوا لتحت ليه قال لهم ان يوصلوا للبرج السليم عن طريق الجسر بس لحقهم رجل الاطفاق لان الجسر معارض للانهيار وقال لهم ان لازم شخص يعدي واحد بس وإيه اللي حيقع بيهم الجسر الكائد طلب إن الطفلة تعدي هي أول واحدة وبعد ما قربت توصل طلب من السيدة الحامل إنها تمشي بالراحة بس واحد من المسؤولين زقها وجري علشان ينقذ نفسه واللي كان سبب في انهيار الجسر الكائد لحق السيدة الحامل والطفلة اللي قربت توصل كانت بتعايد مسيكها واحد من رجال الاطفاق لكن الجسر انهار كله فجأة انهار ليه على بنته بعد ما وقع الكبري الزجاجي المشكلة لن البرجين حينهاروا بعد 20 دقيقة والحل إنهم يفجروا البرج اللي موجود فيه الحريق علشان ينقذوا البرج التاني أول حاجة عملوها فجروا مخازن المياه الموجودة في الأدوار العلوية واللي سيطرت على الحريق بشكل كامل لكن الوقت دايق قبل سقوط البرجين وخبراء الانفجارات حطوا أجهزة علشان يفجروا المبنى الموظفين ورجال الاطفاق لازم ينزلوا من المبنى اضطروا يركبوا الأسانسير رغم خطورة الماقف واللي عينزلهم لتحت بقوة الدفع ما كانش قدامه مغرى الحل ده بس مش كلهم قدروا يخرجوا وكانت يون هي واحدة من اللي وقع بيها الأسانسير لتحت مش هي وبس هي معاها بعض الموظفين ورجل اطفاق ليه وصل لبنته واللي عرف إنها لسه عايشة ورجل المطافي قدر ينقذها في آخر لحظة قال لها إنه لازم ينقذ يون هي وإن هي محتاجة مساعدة زي ما هي ساعدتك أنا لازم أساعدها وصل لها وكان معاه قائد المطافي قدر ينقذهم وطلبوا منهم يخرجوا في أسرع وقت ممكن وصلوا المكان أمان كلهم لكن القائد كان عليه مهم التفجير المبنى وده بعد ما وقع منهم جهاز التحكم عن بعض وبكده لازم يحصل التفجير يدويا أخذ قراره علشان ينقذ الألاف يضحي بحياته مسك تليفونه وأرسل رسالة لزوجته إنه بيحبها وبيعتذر ليه أنه ما يقدرش يقدي معاها عيد الميلاد وإنه بيحبها من كل قلبه انفجر المبنى وموظفين المطافي حيوا لقائده البطل الشجاعة واللي ما استلامش طرطة عيد الميلاد هديته لزوجته ليه أنكز يونهي واللي أخذت تفلته في حضنها ورغم أنه فيه دموه على الضحايا لكن برضو فيه فرحة في استقبال الأهالي البعض زوجة القائد عيطت على جوزها البطل رجل المطافي اللي ضحي بحياته علشان يقلل الخسايا رجل المطافي رجل المهام الصعبة اللي بيضحي بحياته علشان ينقص غيره